مرحبا برج العقرب هذي قراءتك العامة رح نلقي نظر على وضعك المالي الصحي حياتك العاطفية وايضا اي اخبار تتوقعها او ترتقبها في المستقبل اول كرتين رح يكونوا انتبع طاقتك العامة للشهر عندك السيف الصغير وعندك الكرت الثاني الرجل المعلق ارى انك يا عقرب هذي الشهر من بين كن الاشهر انت جدا متعمد ومتحكم في كل شيء تصنعه الناس يرونك في هاي الفترة انت منعزل هادئ غريب الاطوار على غير عادتك جدا تتحرك ولكن حتى تحركاتك بخفة وبهدوء ودائما مستقل في هذا الشهر الناس اللي حولك مستغربين من هاي الطبيعة لانه هذي ليست من طبيعتك او من عادتك انت فعل هاي الامور ولكن ارى ان انت عندك طاقة خفية عندك سر كأنك قاعد تحاول تخفي الشيء عن الاخرين والمحيطين حولك عندك شيء في بالك ما هو الشيء هل هو حب جديد حب قديم تحاول ان تفعل شيء معين تغير مجرح حياتك في امور هذا الشيء انت اللي تعرفه ولكن جدا طاقتك طاقت كأنه عندك شيء تخفي عن الاخرين ومن اجل ذلك انت منسحب من حياة المحيطين حولك في هاي الفترة ارى انك هادئ ولكن تفضل العزلة لديك القليل من طاقة الزاهد ايضا وان كان الكرت غير موجود ولكن انت اللي تفعل هذا الشيء الناس احتمالي اللي حولك يرون ان انت هادئ على غير طبيعتك ويحاولون ان يعرفون السبب لان عندهم السيف الجاسوس حاولون ان يعرفون اسبابك شنو قاعد تخفي انت يا برج العقرب شنو نياتك في المستقبل ما هي خطوتك القادمة كل هذه الاسئلة تجري في رأس كل اللي حولك وخصوصا المقربين منك ولكن انت اللي تعرف انت كأنما الاخرين يخبرونك او يسألونك ما هي المصيبة اللي تحت راسك لان انت جدا هذا ولكن احتمال ان هي غير مو مصيبة اهي مجرد سر اهي مجرد رغبة اهي مجرد شيء انت تحاول ان تخلقه تغيره عندك تغير هاي الهدوء قبل العاصفة تحاول ان تخلق تغير كبير لحياتك وتعرف انه بالعكس يجب ان تكون متكتم على الامر عشان يتحقق لك كارت الزاهد موجود توني انتبهت له فعلا انجدن على غير طبيعتك في هذا الشهر ولكن طاقتك جميلة طاقة التكتم على ما تحب ان كانت هي رغبة ان كانت هي اتجاه جديد ستاخذ في حياتك احتمال يصدم الآخرين اللي حولك الله اعلم ولكن انت في جيبك المعلق لديك مفاجئة احتمال مفاجئة صادمة للآخرين ولكنها مفاجئة انت اللي تعرف اخبرني في الكومنت شنو طبيعة الشيء اللي تحاول تخلقه في هاي الفترة او توجده لنفسك طاقة السيوف هي دائما في هاي القراءة بالذات لك اراها طاقة المحيطين حولك او الشخص المقرب منك احتمال شريكك الحبيب السابق والزوج عندهم السيف الصغير هذا الشخص ملاحظ او الاشخاص ملاحظين التغييرات اللي انت قاعد تمر فيها مستغربين ومتفاجئين من هدوءك المفاجئ اللي مخوفهم هدوءك صمتك انعزالك فيحاولون بشتى الطرق انهم يأتون باخبارك من اي طريقة يعني احتمال اذا هم في محيطك الاسر يحاولون ان يعرفون ما الذي يجري معاك في محيط العمل في الدراسة في الصداقات وان كان هذا هو شريك فالشريك يحاول يعرف انت شنو قاعد تخبي عنه ما هي خطوتك القادمة شنو الشيء اللي صاير في حياتك انت تحاول ان تداري عن الشريك او الحبيب في حياتك عندهم طاقة استكشاف وفضول وتجسس يحاولون بكل الطرق ولكن لا تخاف اذا كان فعلا نيتك ان تحافظ على الكتمان من اجل تحقيق اللي في بالك يترى يخبرك ان لا تخاف لان هذا هو السيف الصغير هذا السيف غير ناضج لن يؤذيك لن يجرحك ولن يأتي حتى بخبر اكيد عنك راح يضلون هذلين الاشخاص في مرحلة عدم التأكد يعني راح تخليهم او النصيحة لك ان تخليهم في الظلام هاي الفترة ما يكون عندك رد واضح ما تكون تحركاتك واضحة من اجل ان تستطيع ان تخلق لنفسك ما تشاء وفعلا على الصعيد المالي واضح ان ما تشاء وتغييرات الكبيرة اللي قاتية في حياتك هي على الصعيد المالي لذلك عندك الكوب الاول وهو اقوى واكبر الاكواب بداية كل شيء جميل في حياتك هاي الفترة وان كنت حاليا معلق او متجمد او توقف عندك النمو على اصعدة معينة في المال في الدخل لا يوجد لذلك تغييرات جدا ممتاز لان تحاول تخلق لنفسك بداية جديدة في مجال جديد عمل اضافي دخل اضافي وان كان عمل من المنزل وان كان وظيفة بدوام جزئي هذا الشيء رح يكون بداية لكل التغييرات في حياتك رح تتغير 180 درجة اوضاعك المالية بشأن هذا الشيء ولكن يجب عليك السعي طبعا دائما التارو يخبرك الطاقة المتوفرة اذا انت كنت لا تسعى من اجل هذه الطاقة ولا تساعدها فاحتمال ان هاي الفرص انت رح يتفوتها لديك فرصة جدا كبيرة مثل البوابة المفتوحة بوابة من الماء وهي طاقتك انت يا عقرب بما معناته ستجد نفسك نجاحك في هذا الشيء بداية رح يكون بداية لكل شيء تشتهي احتمال انك في السابق كان عندك خمس الخماسيات في السابق كانت دائما اقل من المحيطين حولك لديك ديون اكثر التزامات اكثر اموالك اقل الاخرين اللي حولك عندهم فرص اكثر ينجزون اكثر قاعدين تقدمون للامام انت تحس نفسك دائما متأخر عن الاشخاص المحيطين بك من الناحية المالية فمن اجل ان تتقدم تكون اما معاهم او تسبقهم محتاج الى التكتم والهدوء وانك تكون لفترة لحالك عشان فعلا هاي البداية الجديدة تقدر انك تخلقها لنفسك بداية جنة المباشرة يا برج العقرب اتمنى انك تستغل هاي الفرصة او تسعى في هذا الشهر من اجل فعلا ايجاد او احداث التغيير لانت محتاجة صالك فترة ان دائما مجرد تقارن نفسك بالاخرين اموالك لا تكفيك حال الوقت لاحداث التغيير على الصعيد الصحي لديك ثمانية السيوف ولديك عشر الخماسيات ارى انك انت قوي وصحيح والحمد لله لا تعاني من مشاكل كبيرة ولكن وجود كمان السيوف يخبرني انه من اجل ان تحافظ على صحتك او تكون صحتك مستقرة في الفترة القادمة يجب عليك التخلص من العادات السيئة عندك ادمان معين او حب معين لأكلات معينة تضرك لا تنفعك انت بدونها افضل انت بدونها صحيح ولكن حبك لها هو اللي يسبب لك بعض العوارض ارتفاع السكر ارتفاع الضغط ارتفاع الكرسترول حبك احتمال للفاسفود الاكلات الدسمة السكريات والحلويات فانت عارف انه لازم تخفف من اجل هاي من هاي الامور عشان تكون صحيح وقوي ومستقلب نفسك من اجل ان يساعدك جسمك ان تخلق البداية الجديدة لنفسك ففي هاي الفترة احذر يا برج العقرب ان انت ما تكثر ابسط الامور ان انت تحاول تسوي شوي كنترول وما تكثر من الاكلات او حتى التصرفات اللي تحس انها تؤذيك جسديا تؤذي صحتك او تؤثر عليك سلبا اشوف دائما هاي الكرت بالنسبة لي كثرة الاملاح المتعلقة بالضغط او احتباس السوائل في الجسم وما يسبب انتفاخات يعني احذر من هذا الشيء لان انت بحاجة لكل قوتك في هذا الشهر من اجل خلق البداية الجديدة من اجل ان تفتح لنفسك الابواب من اجل ان تواجه او تستطيع ان تقوم بالمهمة الجديدة لديك على الصعيد العاطفي كرت برج الحود وهو القمر كرت عدم المعرفة او ان الصورة غير مكتملة ولديك ايضا ست الاخصان وجود هاي الكرتين مع بداية قراءتك يبين لي ان انت فعلا لديك اشخاص معينين رح تضطر انك تضعهم في الظلام تبعدهم عنك بحيث ان لا يعرفون جميع تحركاتك واخبارك وخطواتك القادمة لازم يكونون في مرحلة عدم التأكد والمعرفة لازم تخلق الشيء بنفسك من اجل نفسك بدون ان يعرفوا عن الاخرون وان يكون منتشر للعالم عندك ست الاخصان وهي كرت الاحتفال من اجل ان تصل لهاي المرحلة احتمال انك رح تبطر تضع الشريك او حتى المحيطين فيك في منطقة غير محددة حاليا ما يعرفون شنو اللي يجري معاك من اجل ان بعدين تحصل على البداية الجديدة من اجل ان تستطيع ان تحتفل بعد ما تصنع لنفسك شيء معين احتمال الشريك ايضا يعاني هاي الفترة منك خلال شهر ابريل انه غير متأكد من تحركاتك من نيتك من خطواتك تجاهها هو يحس نفسه جدا مشوش الشريك لست انت انت اللي تفعله قدتلك من البداية اللي تفعله انت فعله بنية محددة انت عارف لماذا تحتاج انك تضع بعض الاشخاص في منطقة رصاصية او غير محددة لماذا يجب عليك ان تحافظ على اسرارك حاليا وخطواتك لنفسك ولكن هؤلاء الاشخاص لا يفهمون مشوشين بخصوصك مش عارفين شون يفكرون هل يشجعونك على الهدوء اللي انت مرفيه او ينتقدونك بسبب انك مخلنهم بعيدة عنك بينكم مسافات هم في مرحلة عدم معرفة ولكن هذا الشيء يخبرني ياهد تاروت انه جدا مهم من اجل ان تحصل على نجاحك صلك فترة انت رح تنتقل من الخمسة الى الستة المرحلة الانتقالية هذه جدا مهمة استعينوا على اموركم بالكتمان من اجل ان تحدث هاي النقلة الكتمان جدا مهم بالنسبالك وان كان اللي في بالك علاقة معينة مع شخص معين او ارتباط مع شخص معين او تجارة وبزنس وعمل الكتمان جدا مهم بالنسبالك في هاي الفترة من اجل ان تحقق ما تريد بعد ان تحقق ما تريد تريد يخبرك ان انت من حقك ان تحتفل وتستعرض بنفسك من بعد ان تحقق من طاقة القمر ننتقل الى طاقة الشمس او النار احتمال انك تتعامل مع برج هوائي لدينا طاقة السيوف او برج ناري قاعد يستخدم الطاقة الهوائية وطاقة السيوف لكن لديك الكثير من الطاقة الهوائية في القراءة بتريد يخبرك ان انت مسموح لك الاحتفال الاستعراض بعد ان تنجز اللي في بالك وتتمم على اكمل وجه من بعدين يصير لك حق ان انت تستعرض بنفسك وتخبر للاخرين وتشركهم في امرك وتقول لهم تعالوا انظروا الى ما انجزتا او تحسنت اوضاعي المالية او وجدت الشخص اللي وريد انا ارتبط فيه واحنا مستعدين ولكن الكثير من جدا مهم بالنسبالك في هاي الفترة الاخبار المتوقعة عندنا night of swords فارس السيوف فارس عنيف قوي طاقة هوائية ولدينا الهرمت الزاهد كارت برج العذراء بالنسبالي انت تمثل الزاهد في هاي الفترة الهانقدمان والزاهد طريقة ما يعكسون صورة بعض هم موحيدين يحاولون اما يبحثون او يحاولون اكتشاف طريقة جديدة طريقة معينة منعزلين حاليا ولكن انعزالهم لهدف معين ولغرض ليس الانعزال لمجرد الانعزال يوجد لديك هدف كبير انت تكون منعزل في الفترة القادمة من اجل ان فعلا تكون صافي في افكارك انت تحتاج الصفاء clarity طاقة الماء صفاء الماء جدا مهم بالنسبالك عشان تستطيع ان تفكر وتنجز لوحدك لان احتمال اذا في اشخاص عرفوا بتحركاتك القادمة اول شيء رح يعملونه ان يدخلون ويعطونك اراءهم مقترحاتهم ينتقدون رح يشوشون عليك انت محتاج الهدوء ورح تنعزل بسبب هذه الحاجة في شهر ابريل مهم بالنسبالك ان انت تكون هادئ ومنعزل ومستغرق التفكير في وضعك الحبيب او الشريك رح يتحول من السيف الصغير الى night of swords فارس السيوف وهو فارس شوي عنيف فارس يبحث عن الحقيقة او يوصل الحقيقة احتمال ان ردة تفعل بعض الاشخاص المحيطين فيك او الشريك رح يكون شوي عنيفة رح يرفضون انعزالك ينتقدون انعزالك ورح يخبرونك ان الوضع مثلا مش عاجبهم ولكن ردة تفعلهم رح تكون اقوى رح يصعدون الامور من طاقة فقط التجسس بدون معرفتك او بدون مواجهة بينك رح تكون في مواجهة هاي الشخص يأتي من اجل المواجهة فاحذر ان انت لا تخرج من وضعك الهادئ وضعك في الاسترخاء في قوقعتك لان انت عندك جدا امور مهمة لازم تكتشفها او تنجزها في هاي الفترة هذي طاقة جدا مهمة بالنسبة لك هاي الشهر فاحذر ان انت لا تستفز دائما السيف الصغير هو بالنسبة لي السيف الاستفزازي مثل الطعم وان كان هذا الشخص رح يصعد معاك احتمال لان لا يعرف اخبارك او تحركاتك او ما الذي فعلته بالعمل الجديد المال احتمال ان يأتيك ايضا مبلغ مالي معين تنتظر من الفترة فتحتاج ان تنعزلك كي تفكر فعلا ما الذي ما هي افضل طريقة تستخدم فيها توظف فيها هاي الاموال الاموال الجديدة اللي رح تدخل عليك بسبب هاي الفرصة الجديدة فهي الشخص رح يساعد الامور معاك احذر فقط من المواجهة المواجهة تستنزف طاقتك في الفترة القادمة مهما كان قد تفعل هاي الاشخاص اللي حولك وهذا الشخص بالذات لديك شخص معين احس انه ناري او ترابي ولكن قاعد يستخدم الطاقة الهوائية لانه هي الطاقة اللي رح تستفزك او الطاقة اللي يستطيع ان يحصل فيها على اخبارك حافظ على اخبارك وهدوءك وان كان هذا الشخص ميته جيدة ولكن الخوف من عدم المعرفة هو اللي قاعد يحركه فانت ايضا احذر اللي لا ترد على هاي النوع من المخاوف رح اسحب لك عزيزي مرجل عقرب كرتب عن نصيحة بالضبط هاي يرجع لاول نقطة الكرت البرج المعلق في اول الشهر اللي عندك اسمع بقلبك وليس باذنك رح تأتيك امور تحدث امور مع الاشخاص المحيطين حوالك يحاولون ان يخرجون من قوقعتك قتلك انت قبل ان يخرج هذا الكرت اخبرتك ان في قوقعة عندي ولكن القوقعة هذه جميلة مهم وجودها حاليا في حياتك رح تنجز لك الكثير بان تكون في قوقعتك الداخلية محافظ على هدوءك وطاقتك وتحاول اعادة تفكير في الامور وانجاز بعض الامور من اجل نفسك فحافظ على نفسك في هذا الوضع اسمع لحدسك برج العقرب من الابراج جدا حساس اسمع لحدسك ماذا يخبرك ماذا يخبرك ماذا يخبرك طريقة تصرف الصحيحة في الاموال والفرصة القادمة عندك اسمع بقلبك ولا تخرج من قوقعتك من اجل المواجهة مع الاشخاص المحيطين فيك حافظ على هدوءك ولا تستفز ورح اسحب الكارت تبع ما يجب ان تعرفه ملكة النور إلومنيشن إنلاينتمنت سيليبريشن وهذا ايضا يرجع الى كارت ست الاغصان كارت الاحتفال كارت ضوء ملكة النور بالنسبة لي في هذه القراءة قاعدة تخبرك ان هناك لا تخاف من الهدوء انت نفسك لا تخاف من الانعزال لا تخاف ان تكون منعزل عن بعض الاشخاص في هاي الفترة انعزالك المفروض ما يخوفك انت او تحس ان في شيء غير صائب في الموضوع لان بعد الانعزال سوف يأتي الوقت المناسب انت رح تسمع لحدثك رح تعرف متى وصل الوقت المناسب من اجل ان تشرك الاخرين في امرك من اجل ان يعرفون ما هي خطوتك القادمة ما الذي فعلته بالاموال ما الذي ستفعله في الوظيفة من اجل ان تتواصل مع هاي الاشخاص وتستعرض قراراتك نجاحاتك رح يكون في وقت مناسب ولكن هذا الوقت رح تعرفه انت رح تحس ان فعلا حان الوقت من اجل ان تكون مع الاشخاص اللي انت حبهم وبالعادة جدا مشتركين في امرك ويعرفون كل اخبارك رح تعرف انه حان الوقت ان تخبر الاخرين ولكن التكتم حاليا جدا مهم بالنسبة لك شكرا عزيزي برج العكس اشتركوا في القناة